اشتركوا في القناة بثقوا الزلازل احد جوانب الصدع يحاول الحركة باتجاه معين والجانب الاخر يتحرك بالاتجاه الاخر ولن تتم الحركة قبل ان يتكون جهد كاف يدفعهما للحركة هذا ما يحدث في باطن الارض اذ يبقى الصدع ملتحما حتى يتعرض لضغط شديد وحينها سيندفع فجأة احد جانبي الصدع سيتحرك باتجاه معاكس لحركة الاخر مع اطلاق كمية هائلة من الطاقة والطاقة المنبعثة تكون على شكل موجات زلزالية اشععية باتجاه الخارج اذا رميت حجرا في بركة ماء سترى موجات تتحرك باتجاه الخارج وفي جميع الاتجاهات هذه الموجات مشابهة لموجات الزلازل فاذا كان المسبب كبيرا فان الامواج سوف تصل الى السطح الى حيث يمكنها ان تحدث حركة ملموسة على السطح تحدث الزلازل بالقرب من اي من انواع حدود الصفائح الثلاثة حدود التشتت وحدود التجمع والحدود التحولية ترجمة نانسي قنقر